اهلا بكم من جديد في الحصة المغاربية اكد الامين العام للاتحاد العام التونسي لشغل نور الدين الطبوبي انه رغم تباين الحاصل في وجهات النظر بين الاتحاد ورئاسة الحكومة حول المفاوضات الاجتماعية فان حبل الود لم ينقطع مشيرا الى ان الاتحاد ما يزال يبحث مع رئاسة الحكومة عن نقطة التقاء واعتبر الطبوبي ان البلاد تمر بظرف اقتصادي واجتماعي دقيق لا يمكن تجاوزه الا بتضامن وطني حقيقي وربط جسور الثقة بين مختلف الفاعلين وكان اتحاد الشغل اعلن فشل جلسة التفاوض مع وفد الحكومة في التوصل لاتفاق حول نسبة الزيادة في اجور القطاع العام بعد تباين في وجهات النظر بين الجانبين مرة اخرى يفشل الاتحاد العام التونسي للشغل في اقناع الحكومة التونسية بتفعيل عدد من الاتفاقيات والزيادة في اجور القطاع العام غير ان الحكومة بتت عاجزة عن ايجاد حل يرضي الطرف النقبي ويذهب بالمفاوضات نحو نفق مسدود في ذل ازمة اقتصادية ومالية ظهرت تدعيتها جليا منذ جائحة كورونا علاوة على ضرورة ان تمتثل تونس لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد باربعة مليار دولار حيث ربط الصندوق مساعدة تونس بالضغط على النفقات العامة وتجميد كتلة الاجور من احد شروط صندوق النقد الدولي في اطار التفاوض مع تونس في اطار القرض الجديد هو التقليص من كتلة الاجور وعندما نقول تقليص من كتلة الاجور فهذا ينفي تماما اي زيادة في الاجور وهذا يتعارض مع مطلب الاتحاد العام تونسي للشغل الاتحاد من جهته اعتبر ان الحكومة ترغب في ترحيل المفاوضات الى حين الانتهاء من الاصلاحات الكبرى التي وقع الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي وهو ما قد يكون له انعكاسات على الواقع الاجتماعي في ذل مخاوف من خروج تظاهرات منددة بغلاء الاسعار وتفاقم البطالة وتراجع المقدرة الشرائية حكومة لا تريد ان تتخلى عن الالتزام الذي تتقدمت به للاتحاد العام تونسي للشغل للحصول على القرض خلال الفترة القادمة اعتقد ان المفاوضات سيتم استئنافها خلال الفترة القادمة باعتبار ان اتحاد العام تونسي للشغل لم يغلق باب التحاور وتجد الحكومة نفسها بين ضغوط دولية واخرى محلية يقودها اتحاد الشغل ما يجعلها تبحث عن هدنة اجتماعية عبر تعليق التفاوض الى حين فهم الوضعية الاقتصادية الجديدة بعد الحصول على القرض المنتظر من صندوق النقد الدولي يضع صندوق النقد الدولي شروطا محددة لمساعدة تونس اقتصاديا من بينها تجميد كتلة الاجور وهو ما يتعارض مع مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل لتنفيذ عدد من الاتفاقيات لزيادة الرواتب لتبقى الكرة في ملعب الحكومة التونسية لإيجاد حل وانهاء هذه الازمة نجلأ بوخريس الغد تونس ينضم إلينا ضيفانا من تونس وفاة شاذري الباحثة القانونية والسياسية وصبر الزغيدي الكاتب الصحفي بجريدة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل أهلا بكما معنا في حصم الغاربية سيد صبر الزغيدي قول نور الدين طبوبي بأن حبل الودمع الحكومة لم ينقطع هذا التصريح قاله قبل اجتماع اليوم أم بعده مساء الخير شكرا على استغافة هو الأصل في الأشياء بالنسبة للمنظمة الشغلة للاتحاد العام تونسي للشغل هو الحوار الحوار حتى نذهب بالبلاد إلى إصلاحات إصلاحات حقيقية إصلاحات عميقة إصلاحات ليست مجرد مسكنات فقط إصلاحات ليست جزئية بل تكون إصلاحات شاملة لذلك يتمسك الاتحاد بالحوار وإلى حد منذ قليل فقط يعني الأمين العام للمنظمة الشغلة التقى مع رئيسة الحكومة في علاقة بتقريب وجهات النظر حول الخلاف والتباين في الأراء بين الوفد الحكومي ووفد قيادة الاتحاد في جلسة يوم الجمعة الفارد في علاقة بالزيادة في أجور في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام إلى جانب عدد من المطالب الأخرى من بينها تطبيق الاتفاقات الجلسة اليوم التي من المنتظر أن نعرف ونعلم مخرجاتها صباح يوم غد هي نابعة من حرص المنظمة الشغلة أن الحوار هو فقط السبيل الوحيد إلى الخروج البلاد من الأزمة وأساسا الأزمة الاقتصادية التي تعصف بها حاليا كان من المفترض وكان من المأمول من الطرف الحكومي يعني على امتداد الأسبوع الفارد يعني جلسة يوم الاثنين ثم جلسة يوم الاربعاء ثم جلسة يوم الجمعة بالرغم من الرصانة التي تحلى بها الطرف النقابي والمسؤولية إلا أن الطرف الحكومي على امتداد هذه الجلسات الثلاث إلى حدود الجلسة الأخيرة يوم الجمعة لم يقدم أي مقترحات جديدة في علاقة بالمطالب المرفوعة ببرقية التنبيه بالأضراب ليوم 16 جمعة الفارد والتي تهم قطاع القطاع العام إلى جانب القطاع الوظيفة العمومية زد على ذلك تحلى مرة أخرى الاتحاد العام التونسي للشغل بالرصانة وقدم يوم الخميس يعني قبل يوم من جلسة يوم الجمعة الفاشلة قدم مقترحاته وتصوراته حول الإصلاح الاقتصادي المنشود إلى جانب ردوده ردود الاتحاد العام التونسي للشغل حول الوثيقة التي قدمتها رئاسة الحكومة والحكومة التونسية إلى صندوق النقد الدولي المتعلقة بالإصلاحات التي تريد وهي ماذا تريد؟ ليس تجميد الأجور فقط في القطاع العام والوظيفة العمومية بل تجميد الانتدابات في هذين القطاعين إلى جانب الشرط الثالث الذي يريده صندوق النقد الدولي وهو أفضل دعم شيئاً فشيئاً ابتداء من الاتحاد العام التونسي للشغل عذراً التفويت في مؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص لكن أزمة اتحاد الشغل ليست بسبب شروط صندوق النقد الدولي وإنما أيضاً هي أزمة ما قبل ذلك سيدة وفا شاذلي اجتماعات كثيرة عقدها اتحاد الشغل مع حكومة نجلة بودن بقت بالفشل اللهم فيما يتعلق بالاتفاق المنجز الوحيد بالمنشور رقم 20 الذي ينظم علاقة الهياكل الحكومية بالنقبات ما عدا ذلك من شروط للاتحاد لم يتوصل فيها الطرفان إلى أي اتفاق ويتوقع أن يكون حتى اجتماع اليوم هو فاشل مثل الاجتماعات السادقة السؤال هنا سيدة وفا شاذلي هل مطالب اتحاد الشغل قابلة للتنفيذ؟ الحقيقة نثمن قبل كل شيء موقف الاتحاد وتصريحات سيد الأمينة العامة لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي حين تحدث عن أن المرحلة التي تمر بها البلاد دقيقة وتستوجب تضامناً وطنياً وهذا تغيير جذري بنسبة 360 درجة في موقف الاتحاد الذي عهدناه منذ سنوات هذا الاتحاد مارس حتى سياسة لي الزراع رأيناه حتى مع حكومة السيدة نجلة بودن منذ تنصيبها في الأشهر الأولى ووصل الأمر حتى التلويح بالإضراب بل وتنفيذ إضراب عام في القطاع الخاص ثم لوح بإضراب في القطاع العام ولكن لم ينفذ هذا الإضراب خصوصاً بعد الهجمة الشعبية غير المسبوقة على الاتحاد ولذلك نرى أن الاتحاد تحلى بالرسانة لكن ما سبب هذه الليونة الآن سيدة وفا شادلس؟ ما سبب الليونة الآن من جانب الاتحاد؟ نعم لأنه بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل فهم كون سياسة لي الذراع جعلت منه في مواجهة مع الشغيل التونسي الذي تجاوز الاتحاد ويعتبر أن الاتحاد ليس بالوسيط الموثوق به خصوصاً أن نور الدين الطبوبي وأزمة الانشقاقات داخل الاتحاد وخصوصاً الفصل العشرين الذي نقحه وخصوصاً وأن هناك قضايا تتعلق بالاتحاد من قبل مجموعة من النقابيين والكوادر النقابية ولذلك هو كان في وضعية لا يحسد عليها خصوصاً وأن الشغيل التونسي الذي يعني يمارس به سياسة لي الذراع قد فهم كون نور الدين الطبوبي في شخصه ومجموعة من القيادات هي تستغل الشغيل التونسي للتموقع السياسي رأينا أن شعار الاتحاد تيلة زهاء الأحدى عشرة سنة الاتحاد أكبر قوة في البلاد ولكن الشغيل التونسي قال له حذاري يا سيد نور الدين الطبوبي أقوى قوة في البلاد هي الدولة وأنت منضوي تحت لواة الدولة ولست أقوى من الدولة ولذلك هذا الخطاب الرسين للسيد نور الدين الطبوبي هو في الحقيقة نزولاً عند طلبات الشعب التونسي وخصوصاً الشغيل التونسي وأكد أن سيد نور الدين الطبوبي أسلح يتحرك في أطر الدولة أيضاً الاتحاد أكد هذه النقطة وقال بأنه لن يكون حطباً لتوظيفات سياسية من قبل أطراف أخرى لكن لو عدت إليك سيد صبري الزغيدي إن كنت تسمعوني جيداً هل تعتقد حقاً بأن الحكومة تملك من الموارد ما يكفي لتنفيذ أو تحقيق مطالب اتحاد الشغل؟ الآن لا أولاً أستاذ قبل كل شيء للرد على ضيفتك وكأن ضيفتك لا تعيش في تونس وكأن ضيفتك لا تعرف الاتحاد العام التونسي للشغل ولا تعرف تاريخ الاتحاد العام التونسي للشغل وكأنها قامت بسبر أراء في الشارع التونسي لتعلم بنتاج وكأن الشغيلة في تونس ضد المنظمة الشغيلة وضد نوردين طبوبي نحن نتحدث عن منظمة مستقلة مستقلة في قراراتها تستمد قراراتها من القواعد المنخلطة في صلبها تستمد قراراتها بشكل ديمقراطي مسألة القضاء وملا مسألة هناك خلافات في المنظمة الشغيلة هي مسألة داخلية وما على القضاء اللفظها ولكن نحن نتحدث اليوم ليس على مشكل داخلي أو نوردين طبوبي مع الشغيل أو لا نحن نتحدث عن استحقاقات اجتماعية فرضتها المنظمة الشغيلة أو طرحت طرحها الاتحاد العام التونسي للشغل وكأن ضيفتك لا تعيش معنا في تونس هل اليوم الشغيل التونسي اللي هو المواطن البسيط اللي هو المفقر في تونس ألا يعيش اهتراء المقدرة الشرائية ألا يعيش الارتفاع المهول في الأسعار ألا يعيش اليوم فقط جحافل من الشباب التونسي الذين يذهبون بحثا عن جنة مفقودة في أوروبا وفي إيطاليا لأنهم لم يجدوا ظلتهم في تونس لأنهم سمعوا خطاب في 25 جوليا مثل ما سمعوه مع حركة النهضة الإسلامية يسمعونه اليوم نفس التصورات الاقتصادية والاجتماعية التي تبعتها حركة النهضة والتي أثبتت فشلها تتبعها الآن حكومة بودن لذلك الاتحاد العام تونسي للشغل ونورتيل تبوبي وقيادة المنظمة الشغلة تطرح مسألة أن إملاءات صندوق النقد الدولي التي تريد أن تكون تونس خاضعة عليها هي إملاءات فاشلة وذهبت بتونس بالتجارب السابقة بل بتجارب عديد اقتصاديات الدول ذهبت بل هذه الاقتصاديات وبهذه البلدان إلا إلى الخراب إلا في اتجاه الخراب أنا قلت منذ قليل الاتحاد لعام تونسي للشغل منظمة مستقلة منظمة مسؤولة فازت بجائزة نوبل السلام والعالم أجمع تحدث عنها طبيعي جدا أن تتحدث عن الحوار وطبيعي جدا أن تتبنى الحوار كسبيل من أجل خراج البلاد من أزمتها الخانقة الآن من المنحف كذلك أن نقول واضح 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 لأن الوقت ضيق لكن وضحت فكرة تماما سيد سابر الزغيدي لكن اسمح لي أن أخذ تعقيب من السيدة وفاء شاذلي النقابة الشغيلة يعني اتحاد شغل مستقل رغم هناك خلافات داخلية لكن هذا لا يؤثر على موقفه ومطالبه العام باختصار لو سمحت سيد الكريم هو الأستاذ صبري محامي السيد نور الدين الطبوبي اليوم حاضر للدفاع عن شخص نور الدين الطبوبي أنا أتحدث بكل حيادية لو يعني تتفضل قناة الغد قال أنني وكأنني قمت بصبر أرى لو يعني يكون هناك يعني ميكروف الشارع لتسأل التونسيين وسيجيبون على هذه التساؤلات وعلى خصوصا ردا على الأستاذ صبري بالنسبة لتاريخ الاتحاد لا نجهل هذا التاريخ العتيد لا نجهل كون هذا الاتحاد هو مظلة التونسيين لا نجهل أن الاتحاد هو من يعني تقدم ببرنامج اقتصادي لحكومة الاستقلال باعتبار المرحوم أحمد بن صالح هو ابن هذا الاتحاد والمنظمة العتيدة ولكن الأستاذ ضيفك الكريم يظهر لي يجهل أن السيد نور الدين الطبوبي كانت له طموحات سياسية كبرى وفي 2019 ومن يعني شرفة الاتحاد في شارع محمد عليه قال نحن معنيون بالانتخابات اللاحقة وسنكون مشاركون في هذه الانتخابات عبر عن طموحاته السياسية باعتبار أن التموقع السياسي وخصوصا أن السيد نور الدين الطبوبي كان هو الحاكم بأمره أمام التجاذبات السياسية الكبرى للأحزاب فكان الاتحاد متموقعا سياسيا وهذا الحقيقة ما جعل يعني العديد بالغالبية اليوم الشعب التونسي يرفضون التموقع السياسي ولكن لا ننفي كون تونس تعيش مرحلة غير مسبوقة من التضخم ومن الأزمة الاقتصادية ومن الغلاء الجنوني للأسعار وهذا طبعا رأينا اليوم حتى أن الشغيل التونسي بل الشعب التونسي يتجاوز هذه المظلة ويعبر عن غضبه دون أن يستظل بهذه المظلة التي تعود على الاستظلال بها في السابق ولكن لا يعني هذا أننا لا نؤمن بأن الاتحاد هو مظلة وقلعة تبقى للتونسيين شكرا وضحت فكرة في تماما سيد وفاة شاذلي أنا زمنت موقف السيد نور الدين الطبوبي الذي تراجع عن الاستقواء على الدولة شكرا لكم من تونس وفاة شاذلي الباحثة القانونية وسياسية وصبر الزغيدي كاتب الصحفي بجريدة الشعب النطيقتي باسم اتحاد الشغل شكرا لكم اشتركوا في القناة